من مباراة الأمس ومباراة شباب روزاد كان فيه علامات بضيئة ممكن علامات فردية يعني صحيح ياسر تقال لك عبد المرام تقال لك مصطفى شبير تقال لك تحب تكلمني عن مين فيه يوم تحديدا ياسر إبراهيم ياسر ياسر كما لم أراه ولم يراه سادة المشاهدين من قبل ولم يراه ياسر إبراهيم نفسه من قبل ياسر الناس كلها بتشيط بيه ده مش جديد بقاله فترة مش جديد الناس كلها كانت مضيئة جدا ومتاخدش في خائمة المنتخب برضه مش جديد ياسر بريه مدافع قوي بيلتحم بشكل قوي وبيقدر ياخد سراعات سنائية ومتاخد بقى كيف خائمة المنتخب بعد كيف مالوة بس اه ومتاخدش اللي بعد إصابة أسامة جنة طبعا ايه بقى ياسر طول وقت الناس بتعودها مدافع كلاسيقي قوي جدا في الالتحمات السنائية بلغة الكرة كده مدافع رجل شبه المدافعين الكبار اللي جم اللي احنا بنحبهم وبنحب الستايل ده كابتن ماهر همام كابتن واقل جمعة الأسامي اللي هي بتتميز بنفس الصفات دي صفات القتالية أكتر منها فنيات على الأرض دي ولازم يبقى عندك مدافع شبه ده تعال بقى نروح لأسر إبراهيم ونشوف أرقامه في المباراة تمرات القصيرة 90% 37% و41% تمرات الطولية كتأقل شوية ده اللي انا قلت لك العيب اللي تكلمنا عليه من شوية 38% التحمات الهوقية 2 من 2 التدخلات الناجحة 2 من 3 قطع 11 التمرات 10 مرة منها 3 عاد للنادي الأهل الاستحواز مش بس بيقطع منهم 3 مرات من 11 لما بيقطع بيرجع لك الاستحواز ثاني وبيعمل تمريرة صحيحة بعدها شكرا دي اسمها عادت الاستحواز وكانها الأفضل في المباراة استعاد الكرة تانية 8 مرات استخلص الكرة بشكل عام 13 مرة وكان الأفضل في المباراة أيضا من الفرقتين وأخيرا لم يرتكب مخالفة واحدة لم يرتكب مخالفة واحدة خلال المباراة بالكامل تعالا روح بقى هقولك ليه ياسر إبراهيم كما لم نرى أو نعهده من قبل ياسر عمل مباراة كبيرة قبل كرة كتير لكن ليه مبارح كان مختلف تعالا وريك يلا بينا يلا شباب يلا لبعد بصة كريم الكرة دي هو الراجل مكلف بمين برقابة وامبا الراجل ده مكلف برقابة وامبا فيه صورة قبلها بس ما جاتش معنا مش مشكلة هنعديها الصورة دي قبلها كريم هو واقف مع وامبا واقف ملتحن معاه الراجل قافل عالي طول الوقت المكلف برقابة الفرود بتاع شباب بلوزداد هو ياسر إبراهيم طول الوقت الكرة دي هو عمل الانتسيبيشن والتوقع كل الحالات اللي جاية دي هي قراءة ملعب قراءة مصاري الكرة قراءة المصاري اللي هتمشي فيه كرة بعد كده الرقابة اللصيقة على المهاجم اللي دايماً بيعملها ياسر إبراهيم لأ هو أضاف عليها حاجات تانية اتعاملت من المرات الندرة اللي بيعملها كل العدد ده في مباراة واحدة هنا هو قراءة كرة وتلع عمل الانتسيبيشن والتوقع وخدق خطوتين قبل ما الراجل ده يستلم الراجل أول مع عدل لأ ياسر إبراهيم في وشه فعمل بلوك للكرة هاتل لأهات الفريم اللي بعده الراجل تلع عمل بلوك للكرة قفل هجمة كان ممكن تبقى هجمة خطرة جداً سواء الراجل ده استلم براحته وعمل التمرير أو صوب بقيت خطرة جداً اللي بعده بص أنا كريم وهنا نموذج الرقابة على المهاجم الكرة دي معمولة كراس أخطر العيد في الكرة اللي هو قاية عند الفرقة دي هو وامبة المهاجم الأساسي بتاعهم دايماً ياسر أي مدافع لو فضل ملتصق تماماً بالمهاجم تتحلو حرية الحركة ياسر سواء هيكمل مع الراجل ويفضل يتحرك معاه أو يطلع ياخد الكرة وده اللي سمح له ان تبقى عينه على الكرة بصوا مادت ايده في وش الراجل عشان يسيب مسافة بينه متر وفي نفس الوقت هو باصص على الكرة الكرة لما تعمل الكروس هيفضل حاجز الراجل لحد ما يطلع يشيله بعد كده اللي بعد اللي بعد نفس الكلام رقابة لسيكة على وامبة وامبة المرتين اللي هرب منهم مرة واحدة هرب من ياسر في البراع من كرة سابتة والتانية كانت من محمد عبد مران مش من ياسر إبراهيم اللي بعد واحدة كمان عشان اللي بعد بص هنا يا كريم هنا الراجل برضو الراجل مش دوره انه يفضل مرحل بالشكل ده هو لقط ان الراجل ده هيعدي بعد ما هيعدي من هاني هيروح يعمل الكروس او يعمل باك باس للرجل اللي جاي من ورا عمل ايه الكرة راح عدى فضل عينه على الكرة وعلى الراجل وحاجز الراجل اللي ورا كمي الفريم اللي بعده هيخش يقطع الكرة ويعمل الانتسبيشن لهجمة خطرة جدا بالنفس الشكل اللي بعده اخر واحدة نفس الشكل راجع مع الراجل هنا هجمة خطرة جدا على النادي على النادي الاهلي اي حد النهاردة شفناها من ووكر في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي الراجل بمنتهى البساطة ترقص وده اللي كان بيعملوا هجم بولوزداد الراجل فاتح هينال اتنين ورجع هياخدوا الكرة برجل اللي مين يغبطها في رجل الراجل بتاع بولوزداد وتطلع ضربة مربع للنادي الاهلي تفوق هنا انا مش بقار المابيل اتنين لكن بقولك مواجم بلعب في مانشستر سيتي مدافع بلعب منشستر سيتي لم يتصرف بالشكل الامسل في كرة زي دي الله عليك يا ناسر وبرهيم تفوق على وكر في اللقطة دي النهاردة يا السلام عليك السلام عليك طيب